بقى بقى اي عنوحها اللي منشربه يعني انت بتلاقي مثلا وانت بتشرب نسكة كافية الصبح الدهر شاي بالليه بتلاقي بتاخد عشر معالق السكر ده مشروبات غازية في النص لا بلاش المشروبات الغازية دي خالص لما انا بكلم من ده بجملت بقى بجملت والحلويات يعني مثلا تبقى في عزومة بتبقى هاري نفسك اكل ومثبت كل الحاجات دي اكسيديشن للجسم وخلايا حرة بتعمل اكسادة وبتعمل بلاوي هنلسى نخش في الحلو عملوا دراسة على يعني هطلع من برة القصة دي عملوا دراسة على اليابانيين يا كريم لقوا مين اكتر شعب اسكى شعب في العالم اليابان مين اكتر شعب ما بيجلوش ترطانات اليابانيين مين اكتر شعب محافظة على جسمه عملك تشوف في ياباني تخين صحيح اليابانين المطاقم هناك في اليابان ما عندهمش حلو الحلو عندهم فكهة فالغذاء السليم العقل السليم في الغذاء السليم جسمك سليم تاكل صح يبقى احنا كده اول حاجة لازم نصبطها لسترس عشان ما يحصلناش مشاكل في جهاز التناسولي ما يحصلناش مشاكل في الاندوكرين سيستم البرودكتف سيستم بعد كده بقى نبتدي نتكلم على الامعاء سوري على الفيتامينز ليه بقول امعاء لان اهم حاجة عندي المعدة المعدة شغالة الامعاء شغالة المايكروبيوم اللي هو البكتيريا النورمال فلول البكتيريا الصحيحة موجودة يبقى كده لما ابتدي اخد سابليمنت هتمتص عشان كده بيسموا المعدة بيت الدق طبعا المعدة اساس كل حاجة حمض المعدة باز يبقى البكتيريا هتنزل الامعاء هيحصل لي ارتشح في امعاء البكتيريا بازت اللي هي البكتيريا النفع مش هيحصل لي هضم فانت بتصرب اكل لان جدار المعدة كده والدم كده ما فيش بينهم غير غشاء المعدة بس فالبكتيريا لازم تكمل هضم واتدخل الحاجات الصغيرة في الدم عشان ما يحصليش حساسية مايجيش المناعة بتاعتي تهجم الاكل انت بتلاقي ناس عندها حساسية من المكسرات مش المفروض ده يحصل صحيح جهاز الهضمي جهاز مقفول من اول هنا للمريق للمعدة للامعاء للمستقيم للخروج كل حاجة في المعدة لازم تبقى صح عشان كده بقول لاي ساتب تتفرج علي بلاش تاخدي ادوية حمودة خالص وانتي مش عارفة انتي عندك حمودة المعدة زيادة ولا نقص ولو اضطرت لها لازم تلجأ الأول لطبيق لازم دكتور لازم دكتور ما تخديش حاجة من نفس كل ده بالنسبة للسترس وعواق زبطي بقى زبطنا الهرمونات نخش على الفيتامينز مهم جدا ان كل ست في جميع الاعمار محتاجة فيتامينات ومعادن تخش جسمها يوميا من اهم الفيتامينز اللي اي ست محتاجاها اول حاجة فيتامين دي فيتامين دي من اهم الفيتامينز اللي تقينا من الامراض وتقينا من السرطنات وحاجات كتيرة جدا تاني حاجة عايزها فيتامين سي فيتامين سي طبعا موجود بوفرة في المنتج اللي كاية اتكلم عنه اللي هو الب مالتي فيت برشحه لكل ست تتفرج علينا لانه مليان فيتامينات ومعادن هتحتاجها يوميا الاكل مش كفاية خالص فيتامين سي مهم للمناعة بتاعتها مهم لبشرتها مهم لجلدها طبعا بنصح ان مفيش ستات تسيب نفسها للتخن لازم تفضل رفيعها ده مهم اقول فيتامين سي بيعززلي الكولوجين فهبتبقى وشها كويس وكل حاجة طيب فيه ايه كمان فيتامين اي مهم جدا لتنشيط الدورة الدموية فيتامين اي موجود داخل الب مالتي فيت مهم جدا لتنشيط الدورة الدموية فهيحسن لها الدورة الدموية وهيحسن لها التبويض بشكل ما عندي كمان داخل الب مالتي فيتامين بي كومبليكس كل عائلة فيتامين بي موجودة داخل الب مالتي فيت زي اهم حاجة في فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 هو اللي بيصنعلي كرات الدم الحمراء يبقى انا كده همنع الانيميا لان احنا كستات بيجلنا الانيميا اكتر من رجالة بيجلنا فقر دم اكتر من رجالة فلازم نعزز الحديد طبعا الحديد مش هيبقى موجود في الف مالتي فيت لان الحديد ما ينفعش اخده لازم الاول اتأكد من مخزون الحديد عندي والهيموجلوبين من خلال تحليل ما لازم يتعمل تحليل مخزون الحديد انا لسه عاملان بارح على فكرة طب منين عليك لسه نارض بالليل هعرف مهم جدا عشان صحة المرأة تاخد بالها من فقرة دم الانيميا فلازم تعمل مخزون حديد على الاقل لست شهور كل ست شهور مرة على الاقل فيتامين سي موجود داخل الف مالتي فيتامين اي مهم فيتامين بي كومبلك زي من قلت فيتامين بي 12 مهم لها جدا الفوليك اسد يمكن الست البنت اللي بتفكر تحمل لازم تبتدي تاخد فوليك اسد هايقولي هايزود من الخصوبة يعني لا الفوليك اسد هو اللي بيبني الخلايا العصبية للجنين من غير فوليك اسد هيحصل تشوهات في الاجنة فلازم الدكتور اللي هي ماشية معاه بيديها فوليك اسد هتقولي طيب هل الف مالتي فيت كفاية ليا انا كحامل فهقول لها اي 6 حامل انت بتراجعي لطبيب بتاعك لان كنت ممكن تكوني محتاجة نسبة اعلى في الفوليك اسد